القاعدة الثامنة قل لا يستوي الخبيث والطيب هذه قاعدة قرآنية عظيمة يحتاج إليها الإنسان في مقام التمييز بين الأقوال والأفعال والسلوكيات والمقالات والخبيث هو كل ما يكره بسبب رداءته وخبثه سواء كان معنويا أو حسيا وهو يشمل كل قول باطل أو كذب أو قبيح وكذلك كل فعل باطل أو قبيح لا يرضاه الله والطيب عكس الخبيث فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح من الأقوال والأفعال والمعتقدات وسياق الآية وإن ورد في الحديث عن المطاعم والمشارب والصيد إلا أنه عام يشمل الأقوال والأفعال والمعاملات ولأهمية هذه القاعدة كثرت تطبيقاتها في القرآن الكريم من التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة والقول الطيب والعمل الطيب وتتضمن الآية الإشارة إلى عدم الاغترار بالكثرة فلا يصح أن نجعلها مقياسا لطيب الشيء وصحته بل يجب الحكم على الأشياء بميزان الشرع قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث